السلام عليكم البنات كيدا يرين صحيح على باش كتعودوا باخير كنتمنى تكونوا مزيانة كل عمر ديلكم مزيانة اليوم الأخوات ديالي بغيت نشارك معاكم موصفة اللي سيباغة الشعر باللون الأسود بمكونات طبيعية وصفة رائعة بزاف كتعطينا واحد اللون الأسود يعني اللي عشاق اللون الأسود بقوا معايا البنات تكتشفوا المكونات كنحتاجوا لبنات العشبة ديال التاكوت هدي هي عشبة ديال التاكوت كيفما كتشوفوا معي بهاد الشكل هادا وكنحتاجوا للحنة طبيعية كنحتاجوا يعني واحد جوج مع الققبار هنا عندي ديال الحنة لحسب الشعر وعندي هنا يا الحديدة الحمراء هاد الحديدة وخا كتب عليكم هكا يعني في الأسود من غادي ندقها غادي تولينا اللون ديالها بالأحمر وغادي نحتاجوا لبنات الزيت غير عادي إلا ما كانش عندكم يعني زيت زيتون هادا استعملوا غير الزيت ديال عادي ديال الطياب اللي عندكم الزيت كتستعملوا غد ضيفوه في هاد الوصفة يعني الزيت كيبقى اختياري هدو هما المكونات البنات ودعب ندوزو الطريق موسيقى أول حاجة لبنات غادي ناخد هاد الحديدة الحمراء غادي ناخدها وغادي ندقها في المهريز حتى تولينا الشكل اللي لها يعني ببضغ موسيقى موسيقى ودعب الأخوات ديالي غادي ناخد هاد الاشبه هدي للتاكاوتس وغادي نحمرها في فحة المقلة اللي يعني ذيك المقلة تكون عنكم مكتستعملوا غاش يعني مخلينها غي بحال هاكا الاعشاب ولا شي حاجة كيفما كتشوفو وضعتها في المقلة وغادي نخليها حتى يعني تحمر اللي اللي لها كيتغير غي هي ضروري بنات يعني اه هي كتطلق لنا الدخان بزيف يعني بحال هاكا تصخنوها يعني برا او بلاسيكم فيها يعني الشرجم يعني هي كتطلق لنا الدخان بزيف كيفما كتشوفو معي الاخوات ديالي لانتوما الشكل ديالها من بعد ما يعني تغير لي اللون ديالها دبا غادي نطفيع ليها ونخليها ونخليها الدفالي نغي واحد شوية اه باش غا نطحنها ونرجع معاكم وانتوما البنات من بعد ما تحن ديك العشبه ديالتاكاوتس كاسو اللي عندي بها الشكل هذا وهذه ديك الحديدة اللي دقيتها قدامكم الحديدة الحمرة هي كتكون في الاسود مكان دقها كتكون لنا حمرة هنا يا واحد نصف كاس ديال زيت العالي اللي قتليكم والحنة بالنسبة لهذا العشبه ديالتاكاوتو الحديدة الحمرة رمع المداومة كرطبوا لنا الشعر هاد الوصفة يعني طبيعية كانوا كيديرو هناش حل هادي كاترد الشعر يعني كحل وحد اللون زوين كيولي الشعر وكيف ما شفتوا معي البنات جبت كاسرونا ضفت فيها اه الحنة وغادي نضيف باقي المكونات كنضيف الحديدة الحمرة وكنضيف اه عشبع ديالتاكاوت وكنضيف الزيت وغادي نخلطهم مزيان باش غادي نوضعهم فوق النار باش غادي تلقونا يعني مع بعضياتهم كتلقونا هاد المكونات هادو رائعة بزاف هاد الوصفة هادي لعشاق اللو الاسود بوصفة طبيعية وغادي نخلط هاد المكونات هادو ديك ساعة غادي نضيف اليوم تقريبا وحد الكاس الا ربع ديال الماء وغادي نوضعهم على نار تكون مهيلة وكنبقى نحرك احتاج يعني يغيوحد شوية يعني كنخليهم يتبخوا لنا عيوحد شوية وديك الساعة نرجع معكم باش نقول لكم طريقة الاستعمال هذا استعمال وكان انا نغطى عليها باش ساعة غادي نستعملها في شعر ديالنا كنتدروها الاشار ديالنا كنملؤو شعر ديالنا كامل من الجوضور الى الاطراف والملؤو البلاصة اللي فيها الشعر الابيض وكان اغطى مش سابقى تسوايا نقوها من ثلاث تسوايا يعني من ثلاث تسوايا على الفوق اجعله اغسل شعرنا و تلاحظوا لون اسود رائع بالنسبة للبنت لشعر دي لهم اسود كي بدأ يفتح لهم و لا ضفتوا هذه الخلطة هادي راكي يزيد يغماق لكم اللون كي يولي لون اسود رائع بزاف وبالنسبة للبنت لشعر دي لهم فيهم الشعر الابيض يعني يخذكم كثير وحالك كاشيجو مرات لسات المرات كتغطي الشيب و كترد لنا الشعر دي لنكحل زوينا هاد الخلطة هادي دي لتكاوت و الحديد دي الحمراء بصفة طبيعية كنتمنا يعني تجربوها وتلقوا نتيجة اللي تعجبكم و كان دول فيديو دي اليوم كنتمنا يعني الاعجاب دي لكم وتجربوها تصبغة طبيعية باللون الاسود الغامق وتنال الاعجاب دي لكم وتبرتجوها مع الاصدقاء دي لكم ما تنسونيش الاخوات باللايك دي لكم شجعوني باللايك دي لكم وبالنسبة للبنت جداد الى زرط القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي جديد اتطلب رأسكم بزاف بزاف الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة موسيقى